اكتراح الرئيس الأمريكي يعد أشد الاكتراحات حماقة وخطورة بشأن كيفية علاج وباء كورونا فالمطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يشربها أو يحقن نفسه بها هكذا رد أساتذة الطب على حديث ترامب عن إمكانية حقن مرضى فيروس كورونا بالمطهرات للقضاء على الفيروس ترامب نجح فقط ربما في إثارة الزعر في الأوسط العلمية خشية أن يصدقه البسطاء ويقتلون أنفسهم بالخطأ عبر تناول أو حقن أجسامهم بهذه السوائل التي صنعت من أجل التعقيم والتطهير السطحي وليس الداخلي للجسم وهو الأمر الذي اضطر الشركات المصنعة للمعاقمات مثل ديتول وغيره إلى إصدار بيان تحذر فيه الناس من تناول أو حقن منتجاتها في أجسادهم وتحدث ترامب كذلك عن توجيه الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل الجسم لمكافحة فيروس كورونا إلا أن الأطباء يؤكدون أنه لا توجد طريقة لإدخال هذه الأشعة في الجسم البشري لاستهداف الخلايا المصابة بالفيروس على الرغم من قدرتها على قتل الفيروسات العالقة في جسيمات الهواء صحيح أن ترامب حاول بعد يوم من حديثه ذلك التراجع عما قاله زاعما أنه لا يشجع الناس على تناول المطهرات وأنه كان يمزح إلا أن تصريحاته لم تكن على ما يبدو ساخرة لسيما أنه روج سابقا لاستخدام دواء مضاد للمالاريا في علاج مرضى كورونا ما دفع إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية إلى التحذير من استخدام ذلك الدواء مع مرضى كورونا لما له من مضاعفات خطيرة قد يحدثها للقلب وبينما استثمرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الأمر في سياق المكايدة السياسية مؤكدة أن حديث ترامب يثبت إلى أي حد يرفض الجمهوريون العلم فإن ترامب أوقع مؤيديه كذلك في حرج شديد الأمر الذي يطرح مزيدا من التساؤلات عن مستقبله السياسي في ظل أزمة كورونا